أولاً أن أشكر حضرتك والله يبارك فيك وطبعاً ده جهة تكلف من رئيس مجلس الوزراء وبدأنا نحاول بقدر الإمكان نشرف على جهاز حماية المستهلك وبتوجيهات مع الوزير التموين طبعاً والقيادة السياسية أنت تعلم أنه جهاز حماية المستهلك هو المسؤول عن حماية المستهلك من الممارسات الضارة في السوق المصري إحنا الجهاز هنا أول ما توليت فطلعت على الوظائف والمهام اللي بيقوم بيها لقينا أنه فيه حاجتين أساسيتين بيشتغل عليهم الجهاز الحاجة الأولى هو إحنا بنتلقي شكاوي وعن طريق الكول سنتر وبعدين عندنا فرق عمل بتطلع وبتتواصل مع الشاكي والمشكف حقه لحل هذه المشاكل وبعد اطلاعي على هذه المهمة اللي بيقوم بها جهاز حماية المستهلك أستطيع أن أؤكد لك أنه يعني أكتر من 60% معظم هذه الشكاوي بيتم الرد عليها وحلها التحدي الأساسي أو الأهم بالنسبة لي خلال الفترة الجاية إحنا بنتكلم على مراقبة الأسواق فإحنا التارجد بالنسبة لنا خلال الفترة الجاية إحنا هنركز على مراقبة هذه الأسواق بتطلع حملات إحنا حتى في الأسبوع الأول من التولى اللي هو الأسبوع الماضي طلعنا وبناخد محافظات معينة طلعت حوالي عن 15 حملة والحملة فيها مكون من مأمور ضبط قضائي واثنين معاه في الحقيقة هو الموضوع ده مهم جدا أنه لازم المستهلك يشعر بأن الجهاز وأعضاء الجهاز موجودين في الشارع ودي هتبقى رسالة للتجار أنه من فضلك إحنا بنتكلم على أسعار بنتكلم على جودة منتجات بنتكلم على أشياء كثيرة خاصة بالضبط السوق المصري وكمان في نفس الوقت أنا بوصل رسالة للمستهلك في الشارع أن أنا موجود الفترة اللي فاتت من الملاحظة يعني أنه الرقابة على الأسواق وكان التاجر بيأمن العقاب التاجر كان بيشتغل أنه ما فيش حد هيرابه وبالتالي فأنت تلاقي مثلا لو نزلت أي سوق أو نزلت أي محل من أساسيات قانون حماية المستهلك أن أنت تعلن على الأسعار فبنلاقي ده مش موجود يستطيع أن التاجر أنه يبيع السلعة بأي سعر هو عايزه لا إحنا عايزين نغير الفكر ده عايزين نوصل رسالة للتاجر إحنا حنتعامل معك تبقى للقانون من فضلك خد بالك أنه الدولة فيها أجهزة رقابية حتتابع ده معاك وفي نفس الوقت أنا المستهلك لازم أقول له أن أنا موجود جنبك حتى يعني كانت أول حاجة أنا قلتها أو زجرتها للمسؤولين هنا في جهاز وعضاء الجهاز أنه من فضلك وأنت بتتعامل مع الحالة وأنت في الشارع لازم يبقى سلوكك في رقي حتى التاجر حتى قبل الكشفة والفحص بتاع المنتجات لازم تتعامل معاه بطريقة كويسة لازم تحسسه أن أنت ما أنتش جاي تقبض عليه أنت في الأول وفي الآخر أنت بتقوم بشغلك بتحاول بقادر إن كان تصل للي أنت عايزه بطريقة ما فيهاش عنف ما فيهاش قوة في التعامل مع التجار وفي نفس الوقت أنا بتتكلم مع المستهلك وبقوله أن أنا موجود هو في الشارع حتى كلفتهم أنه هما وهما ماشيين في الشارع من فضلك وزع البنفلت عشان المستهلك يعرف حقوقه وإزاي يعرف يتواصل مع الجهاز خلال الفترة اللي فاتت في اليومين الأربع والخميس إحنا بسئر رحنا حملات في الهرم وفيه صلوة طلبية المناطق اللي هي بيبقى غاية فيها دول الرقابي فيه مضبوطات أو فيه منتجات بتتباع بأسعار عالية بأسعار غير معقولة فيه مضبوطات خاصة بأنه هو عدم الإعلان عن الأسعار التخزين تخزين منتجات نكوننا بنتكلم في الشغل الشاغل للدولة الآن هو سلعة السكر سلعة السكر ديت هي سلعة مهمة جدا وسلعة استراتيجية في الفترة الأخيرة زيادة أسعار السكر بطريقة غير معقولة الرغم إنها أقدر أقول إنها مش مختبطة بالدولار أوي إحنا بنتكلم في 85% من إنتاج السكر المصري هو بينتج محلياً وبالتالي فهو تأثير الأزمات العالمية ونص سلاسل الإمداد والكلام ده مش قبل أو مش متاح له قوي وبالتالي فإحنا في نفس الوقت لو إحنا دخلنا مخزن لقينا شوية في بضعة البضاعة دي المفروض هي دخل مبادرة وبتتباع بـ 27 جنيه بنلاقي إنه التاجر أولاً بيحجبها عن المستهلك نمرة 2 ممكن يبيحها بأسعار مخالفة لأسعار المبادرة وجدنا ده إحنا في اليوم الخميس وجدنا في الوراء ومبابة مخزن على مساحة كبيرة جداً المخزن ده يحتوي على خمسة ونصف طن سكر في بضايع أو سلع منتهت الصلاحية كتير ده طبعاً عملنا محضر وتم التحويل للنيابة وبناخد إجراءات كمان الأهم من ده وده إن إحنا محتاجين إن أنا ما بقاش الدور اللي أنا بقوم بيه إنه الدور ده يؤثر على نقص للسلعة يعني أنا نزلت مثلاً للوراء خمسة طن ونصف سكر بنحاول بقدر إمكان نتواصل مع نيابة الوراء إنه يبقى في تأشيرة النيابة إنها يتوزع في نفس المكان على أساس إن أنا ما عملتش نقص في منتج السكر في نفس المنطقة وبالتالي فإحنا ده التوجه عند المحافظات كلها شغالة يعني التوجهات إحنا دينا لهم إنه كل المحافظات تشتغل بيجينا تقرير يومي فيه هنا لجنة أزمات موجودة اللجنة دي هي تبقى مسؤولة عن التلقي كل الشكاو والتحريات بتنزل أنا بشوف إنه إن المرحلة الجاية إنه هو عايزين تضافر كل الجهود طبعاً القادة السياسية وتكلفات مجلس وزراء وتوجهات حتى مع الوزير التموين إنه السوق لازم أنضبط السوق عشان أنضبط لازم الرقابة تبقى موجودة في الشاعر ما نعطش في مكاتبنا لا نتحرك وننزل ونشوف ونختبر كل السلعة أنا محتاج إن السلعة تبقى ذاتة جودة عليها محتاج إن السلعة يعلن عن سعرها محتاج إن المستهلك يعرف الحقوق يعرف حقوقه إيه؟ بحيث إنه هو لو عنده مشكلة يتواصل معه لا إحنا ما عنديش نقص معروض طاقة الإنتاجية في مصر إحنا بنتكلم في 2.600.000 طن احتياجاتنا في السوق إجمالي الاحتياجات اللي استهلاك في السوق المصري بتكلف في 3 مليون طن وبالتالي في الفجوة عبارة عن 400.000 طن فادة بالنسبة لنا لا يمثل 10% من الإنتاج فالإتاح الموجودة إحنا موجود كمية سكر أعتقد إن معي الوزير التموين كان بيتكلم إنه لمدة 6 شهور من دلوقتي عندنا المخزون لكن إحنا محتاجين إنه يبقى فيه رقابة وعلى الأسواق هي المشكلة في إنه دور الدولة في الرقابة واصل إحساس للتجار إنه الدور ده قال لي شوية أو غايم فهيبقى فيه تنصيق مع مباحث التموين تنصيق مع مديريات التموين مع أعضاء الجهاز حماية المستهلك عشان نضبط هذا التغول أو الارتفاع في الأسعار هو طبعا طبعة الشكوى بتفري في تحديد الوقت فيه شكاوي بتاخدش ساعتين فيه شكاوي أقصى شكاوي ممكن تاخد 48 ساعة فيه شكاوي بقى اللي هي بتحتاج يعني مثلا شكاوي السيارات وعيب في الصناعة والكلام ده لا تاخدش وقت وقت لأن أنا أنا مش فني أنا معرفش ده عيب مستهلك يعني المستهلك هو أحدث العيب ولا هو عيب صناعة فابنضطر بينجيب فنيين وخبراء في مجال السيارات عشان يحدد العيب الزبط فده ممكن تاخدش وقت وقت وفيه لجنة مشكلة عشان أبدت في إنه هل المستهلك له حق مثلا في السيارات إنه هو العيب ده عيب صناعة ولا لأ الناحة الفنية دي ممكن تاخدش وقت وقت لكن في المعظم الشكاوي 48 ساعة المفروض إن الشكاوي تكون محلولة يعني لا هو أنا عايز أقول لحضرتك أول ما توليت الإسبوع الماضي أنا عملت اجتماع مع كل مدير الفروع على مستوى الجمهورية وصلنا لهم الخطة بتاعتنا والتارجت اللي إحنا عايزين نشتغل عليه الشكاوي مش قلقان منها إنه نحل الشكاوي دي 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 ماشي وأعتقد إنها حتى في خلال الفروع ماشي لكن أنا مشكلتي الآن اللي أنا بحاول بقدر إمكان اللي هي فيها الرقابة الأسواب فالتوجيهات واضحة أنا أقول لحضرتك إن إحنا أعتقد في أسيوت الأسبوع اللي فات الخميس أعتقد إحنا كمية مضبوطات غير عادية موجودة بنتكلم سكر بنتكلم سجاير بنتكلم على سلع منتهد الصلاحية لا هو التوجيه واضح ومباشر لمدير الفروع إنه إحنا هنقوم بدورنا نصق مع المحافظة نصق مع مديري التاموين نصق مع مباحث التاموين بحيث إن إحنا في الأول وفي الآخر لازم لازم المستهلك يشعر بنا والتاجر يحس إن فيه رقابة من الدولة فأنا بشوف إنه 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 ولسه إحنا شغالين إحنا لسه بقنا أسبوع لكن ده الترجل بالنسبة لنا إنه إحنا نحاول بقدر الإمكان إنه لازم الرقابة تبقى واضحة وظهرة لكل الناس الدولة موجودة في الشارع الدولة بتراقب الأسعار فهي المسألة هتبقى يعني إنه هنحاول بقدر الإمكان طبعا محتاجين ناس ومحتاجين عدد أكبر من الموجود ولازم ودبطية قضائية وعندنا عندنا عندنا تحديات كتير لكن إحنا بنحاول بقدر الإمكان أنزل المنطقة لو نزلت المنطقة وسبت المنطقة أخرى فكله بيسمع بيبدأ التاجر يعرف إنه لا الدولة موجودة بكات موجودة هنا مبارح لا موجودة هنا مبارح أول يبقى معنى ذلك بوصل رسالة هي دي اللي ممكن يعني توصل رسالة لكل المتعاملين مع المحلات إحنا عندي تتكلم في 8 مليون تاجر على مستوى الجمهورية 8 مليون تاجر سواء محلات كبارية أو أه أول محلات صغيرة أو محلات كبيرة ولازم ما فيش بديل لازم تنصق مع وزارة التموين لازم ننصق مع البحث التموين لازم ننصق مع المحافظة نفسها أنه كلنا عايزين السوق ده يبقى فيه إحكام ورقابه بندخل المخزن بنلاقي فيه بضع محبوبة عن البيع بنحرر محضر ده بيعتبر حرز بنعمل المحضر ومبلغ النيابة بيه والنيابة بتتولى هذا الأمر لا الغرامة أعتقد أنه الغرامة ومبالغ مش قليلا المبالغ كتير أعتقد أن أتصل لده أعتقد ده هو المستهلك يحاول بقدر المكان يبقى الترشيد مهم أنا النهاردة محتاج سكر أروح سؤال مبادرة فيه عندنا المجمعات فيه عندنا فيه فيه مراكز التوزيع بتاعت وزارة التموين منتشرة على مستوى الجمهورية حاول تاخد من ده بلاش فكرة أنه أما سلعة بتقل أو بتحس أنها سعرها بيطلع فأنا بروح أتكلب وأخزن الجهاز على استعداد تام أنه هو يقوم بحل المشكلة إحنا عندنا التحريات التحريات بتطلع وبيجيلها بعض الإخباريات بنشتغل عليها بنطلع نشوف فيه واحد بيحجب بضعه عن المستهلك فده في حد ذاته أعتقد أنه ممكن يبقى كافي وأنه المستهلك أعرف حوك أنا حتى في الحملات اللي شغالها الأيام دي يعني بنصح زمايلي يعني أنهم بياخدوا البنفلت بتاع الجهاز يوزعوه في الشارع على المستهلك بص فيه لو عندك مشكلة من فضلك حاول بقدر إن كانت تتواصل معا أعتقد هو ده اللي ممكن يساعد في حل الأزمات شوف أنت بالنسبة للتاجر اللي هو بيخالف الأسعار هو أنت ممكن ما يكونش عارض السلعة بدون سعر وبالتالي فأنت كده معرض أنه أنت يبقى فيه 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 تحيي ضدك أو فيه مشكلة ضدك فمن باب أولا أنت مش تخسر حاجة السعر أنت حط الهامش الربح المعقول وحط السعر على السلعة هو ده المطلوب منك من فضلك بص على الكوالات بتاعتك بص على تاريخ الصلاحية إحنا مش جايين عشان مش الهدف إنه نعمل قضية وغرامة وحبس ده مش الهدف بتاعت المستقل الهدف إنه إحنا عايزين يبقى السلعة في السوق جودتها كويسة سعرها معقول مش أقولك بيعلم التكلفة بس بيعها بها مش ربح معقول السلعة لازم تبقى تبقى مطابقة للسلامة والمواصفات أنا مش ضد التاجر بالعكس أنا مش ضد التاجر خالص أنا ضد الممارسة اللي ممكن يمارسها وبنحاول بقدر إمكان نتواصل مع الغرف التجارية الموجودة النهاردة عندنا اجتماع مع مجلس إدارة غرفة قاهرة بنتكلم معهم في إن إحنا يا جماعة إحنا عايزين كنت ساعدونا إنتوا بتبقى مسؤولون عن عدد مهول من التجار من فضلك نعمل ندوة نعرف التاجر المفروض يعمل إيه وإحنا موجودين أنا مش ضد التاجر على الإطلاق بس أنا مع التاجر اللي هو اللي هو ما بيرتكبش مخالفات ما عنديش نقص في السلعة أنا ممكن أقول لحضرتك ممكن تاخد وقت طويل لو أنا عندي نقص في كمية سكر لكن كمية سكر كبيرة وأنا داخل كمان على موسم أصب السكر في يناير وعندي البنجر في شهر ثلاثة وأخي ببال حضرتك يعني أنا داخل لكميات تغطي 24 كلها سنة 24 يعني أنا أصب ما عنديش نقص هي المشكلة سلوك سلوك تاجر استغلال تاجر فده إن شاء الله هنقفله ونحاول بقدر إمكان نحاول نبقى متواجدين في السوق ونبقى المرأبة واضحة وصريحة والرسالة تبقى واضحة وصريحة شكرا شكرا شكرا